الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن ولاه أما بعد فتعالوا بنا نطالع أحاديث التوبة في رياض الصالحين نحن تكلمنا من قبل عن حديثين في حال النبي صلى الله عليه وسلم مع التوبة الحديث الأول حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول والله إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من سبعين مرة رواه البخاري وفي رواية لمسلم الحديث الثاني حديث الأغر ابن يسار المزني رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروه فإني أتوب في اليوم مئة مرة هنلحظ هنا شيء مهم إن الرسول صلى الله عليه وسلم استخدم عددين استخدم في رواية أبي هريرة عدد السبعين واستخدم في رواية مسلم عن الأغر بن يسار المزني عدد المئة وهذان العددان في استعمالات العرب لا يراد بهم الحصر أو العدد وإنما يراد بهم التكثير فإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إني لأستغفر الله وأتوب إليه أكثر من سبعين مرة فليس المراد العدد وإنما المراد الكثرة الكثيرة التي لا تحصى زي ما تقول دلوقتي إيه والله أنا بقول أستغفر الله في اليوم ما أقدرش أقول لك أديه ما أقدرش أقول لك كم مرة ألتها من العدد من كثرة ما قلت هذا هو المعنى المقصود والله إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من سبعين مرة وفي الرواية الأخرى بدأها بقول يا أيها الناس أستوبوا إلى الله وأستغفروه أظن لا حجة لأحد بعد ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم يقول والله إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من سبعين مرة أكثر كثيرا لا أستطيع أن أحصر كم مرة أتوب وكم مرة أستغفر وفي الرواية الثانية عند مسلم يخاطبنا يخاطب يخاطبك أنت ويخاطبك أنت يخاطب الناس عموما ولحظوا معايا ما قالش يا أيها الذين أمنوا معينه بيخاطب المؤمنين لم يقل يا أيها الذين أمنوا لأن التوبة مطلوبة من الكافر مطلوبة من المشرك مطلوبة من المنافق توبوا إلى الله جميعا ارجعوا إلى الحق ارجع إلى الصابق يا أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروه فإني أتوب في اليوم مئة مرة وأيضا العدد هنا غير مراد وإنما يراد به الكثرة فهل بقي بعد ذلك لأحد حجة وهل التوبة مطلوبة من العصاء مخترف الذنوب الكبائر فقط أم أن التوبة مطلوبة من كل أحد توبة والاستغفار مطلوبة من كل أحد ولهذا حتى بعض الطاعات إحنا أول حاجة بنعملها بعد ما نصلي الفريضة أو السنة بعمل يا أول السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله خلاص انتهيت من الفريضة أول حاجة بنعمل أقول أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله ثلاث مرات أنا باستغفر عقيب الطاعة أول حاجة بعملها في أعمال الحج بعض الإفاضة من عرفات وبعض الإفاضة من المشعر الحرام وبعض الطواف وبعض الانتهاء من أعمال الحج والنسك أستغفر الله فالاستغفار ليس مطلوبا فقط ممن هو على ذنب كبير وإنما هناك ذنوب للطاعين ذنوب الطاعين هي إيه هي الغفل عن الذكر الغفل عن الاستغفار ذكر الاستغفار بالذات الغفلة عن ذكر الاستغفار والاستغفار والتوبة باب واسع للولوج والدخول على الله وباب واسع للبركة أنصت إلى رسول الله نوح وقد قص علينا القرآن من شأنه أنه خاطب قومه يقول فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا ألا تعرفون قدر الله ألا تعرفون مقام الله عظمة الله لماذا لا توقروه ولا تقدروه حق قدره إحنا لو بصنا الأول للصورة هنجد ربنا بيقول إن أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم قال يا قوم إني لكم نذير مبين أن يعبدوا الله واتقوه وأطيعون يغفر لكم من ذنوبكم ده نوح جايب المغفرة جايب بدعوة للمغفرة توبوا إلى الله استغفروا الله ارجعوا عن هذا الكفر والشرك نوح اللي قاعد يدعوهم ألف سنة إلا خمسين كان دلوب بدعوته قال يا قوم إني لكم نذير مبين أن يعبدوا الله واتقوه وأطيعون يغفر لكم من ذنوبكم ومن هنا للجنس للإسم وليست للطبعيد يغفر لكم من ذنوبكم يعني يغفر لكم ذنوبكم كل الذنوب أن يعبدوا الله واتقوه وأطيعون يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون وظل نوح يدعو وقال لرب أنا ربي دعوتهم ليلا ونهارا أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا ما تركتش وسيلة من وسائل الدعوة ولا وقت من أوقات الصلاحية للدعوة إلا ودعوتهم حتى قال بعدها وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في أهذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا شوفوا ربنا بيبعت لنا الدعاء إلى التوبة هكذا أنبياء الله ورسله يدعون الناس إلى التوبة يدعون الناس إلى الأوبة إلى الإنابة الرجوع إلى الحق الرجوع إلى الله يا أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروه فإني أتوب في اليوم مئة مرة وشوفوا نوح بيقولين أنت لو توبتم أنت لو استغفرتم إلا هيحصل لكم مش ربنا هيغفر لكم بس ربنا هيفتح عليكم في الدنيا يفتح لكم خزائن الدنيا جاء رجل إلى الحسن فشك إليه الفاقة أن راجل فقير ادعي لي ربنا يرزقني من فضله فقال له استغفر الله لازم الاستغفار ثم جاءه رجل يشكو العقم ما عنديش ولد عايز ولد أطلب الولد ادعي لي ربنا يرزقني بالولد الصالح فقال له استغفر الله ثم جاءه ثالث يشكو خلة المطر القذب وقلة الماء وهلك الزرع والضرع فقال له استغفر الله فقيل له يا إمام وكل حاجة استغفر الله استغفر الله فقال لهم ألا تقرؤون القرآن ألا تقرؤون كلام الله على لسان نبي الله ورسوله نوح قال فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا جاء الماء وجاء المطر وجاء وانتهت أزمة المياه انتهت أزمة المياه الخوف من أزمات المياه اللي بيصيب البشر بيصيب نحن بلد النيل الآن بعد العبث في منابع النيل بالسدود وغيرها هذا الخوف زوال عند الله نعم نأخذ بالأسباب لكن نعلم أن الله هو الذي يسوق الماء يسوق المطر يسوق الريح يسوق السحب والذي يرزق فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين يا فقير عايز المال هيمدك بالمال يمددكم بأموال يا طالب الولد ويمددكم ببنين ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقار الحديث الثالث حديث أنس بن مالك أبي حمزة أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه وقال خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لله أفرح بتوبة عبده ده الحديث بقى تعالى الحلقة الجديد لله أفرح بتوبة عبده من أحدكم سقط على بعيره وقد أضله في أرض فلا لله أفرح بتوبة عبده من أحدكم سقط على بعيره وقد أضله في أرض فلا الرواية التانية الرواية التانية رواية مسلم الرواية الأولى متفق عليه آه فكرتوني بالسفيه اللي بيقول كلمة متفق عليه دي كلمة سفيها وكلمة يا جاهل يا جاهل متفق عليه يعني أخرجه البخاري ومسلم الصحيحية وقد يكون بمعنى رواه الجماعة كنت بالستة متفق عليه يعني أئمة السنة أئمة السنة تلقوه بالقبول وشهد له بالصحة إنت إيه مؤهلاتك لتقول هذا كلام فاضي أو كلام فارغ وأنت الفارغ أنت فارغ العقل وفارغ القلب وفارغ الدهن الرواية الأولى متفق عليه الرواية الثانية أكثر تفصيلا لله أشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم كان على رحلته بأرض فلاه فانفلتت منه وعليها طعامه وشرابه فأيس منها آيس منها أو أيس منها فأتى شجرة فالطجع في ظلها وقد أيس من راحلته فبينما هو كذلك إذ هو بها قائمة عنده فأخذ بخطامها ثم قال من شدة الفرح اللهم أنت عبدي وأنا ربك أخطأ من شدة الفرح هذا هو حديثنا فرح الله بتوبة عبيده ربنا عايزك ربنا يريد منك أن تأتي إليه يريد منك أن تقبل عليها عما لي أدعوك أرسل إليك نوحا وأرسل إليك هودا وصالحا أرسل إبراهيم أرسل موسى وعيسى أرسل محمدا صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين عليه وعليهم جميعا الصلاة والتسليم لماذا أرسلهم ليدعوك أنت بعيت لك ناس كرام ملك كريم يحمل رسالة إلى رسول كريم يحمل رسالة من رب العالمين لمن؟ لك أنت يدعوك أنت يدعوك إلى التوبة يدعوك إلى الرجوع إليه وهو سبحانه غني عنك هو عايز منك إيه والله ما يفعل الله ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وربنا محتجنا ربنا محتجنا لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملك الله شيئا ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملك الله شيئا ومع هذا يدعوك إلى التوبة يرسل إليك الرسول ينزل من هجل الهداية يبتليك في الدنيا بالمصائب والآفات لتستفيق فإذا عدت قابلك إذا عدت قبل أن تصل الروح إلى الحلقوم قابلك متى تعود متى ترجع ثم إذا عدت إليه كان فرحه عظيما أول حاجة في الحديث ده لازم تعرف أن ربك بيفرح بتوبة التائبين ربك الكريم العظيم الجليل يفرح بك إذا عدت إليه ما تقولش أنا مكسوف أنا مستحي من ربي مش أرجع مش أدر أرجع مش أدر أوريه وشي لا هو شايفك على طول هو ينظر إليك ويراقبك ويطالعك هو يعرف حالك بل هو الذي يأتي بك مش حين قلنا ثم تاب عليهم ليتوبوا إنه هو التواب الرحيم مش تكلم ربنا هو الذي يأتي بك فأقبل عليه مهما عظمت ذنوبك كما قالها الشافعي وقبله قالها أبو نواس الشعر اللي كان مشهور بالفسق وشهور بالخمور والله إن عظمت إن عظمت ذنوبيا كثرة فلقد علمت بأن عفوك أعظم إن كان لا يرجوك إلا محسن يعني كان لا يرجو ما عندك إلا المحسنين يا رب فأين يذهب المذنب أين يذهب المذنب إن كان لا يرجوك بالحرج من الله هو الحرج من الله الذي يرث الندم ده بداية التوبة أقبل على الله واعلم أن الله يفرح بك يفرح بك تائبا كما أن الله يغضب عليك ويغضب منك عاصيا واستكبرا فإنه يفرح بك تائبا والله نماذج اللي بتعرض فيها التوبة في القرآن نماذج عجيبة نماذج عجيبة إحنا ما نقدرش نستوعبها ولا نعقلها أنتوا عارفين قصة أصحاب الأخدود قصة أصحاب الأخدود الملك الظالم الكافر حفر حفر عظيمة وأشعل فيها النيران هو وجنده وأمرهم بإلقاء المؤمنين الموحدين في النار فتنوهم بالنار وألقوهم في النار على مراودتهم على الكفر والشرك ولكنهم أصروا على الإيمان فكانت نهاياتهم الظاهرة أنهم ألقوا في النار الناس دول إيه الناس اللي أتلوهم إيه الناس اللي سفكوا الدم دول إيه الناس دول هقبلوا ربنا إزاي الناس اللي ولعوا في المؤمنين دول حلهم إيه اقرأ معي إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق لهم عذاب جهنم لهم الحرق بالنار والخلود في النار يهوم القيامة بسخد بلك إن لم يتوبوا لسه ربك فتح لهم باب التوبة بعد ما حرأوا المؤمنين وأتلوهم لسه ربك فتح باب التوبة إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا يعني لو تابوا يا رب هتقبلهم آه لو تابوا ربك هيقبلهم لو تابوا ربك هيفرح بتوبتهم وعشان تفهم المثل المضروب لو أنت طلع في رحلة سفاري بسيارة مجهزة السيارة بقى حطت فيها الماء البارد فيها تلاجة فيها أنواع العصائر والمطعمات والماء البارد وكل حاجة وماشي بالسيارة بتاعتك ديت في الصحرة دخلت مسافات طويلة في الصحرة فطلع لك وطع طريق ثبتوك خدوا منك العربية وسبوك لوحدك في الصحرة لا معاك أكل ولا معاك شرب ولا معاك أحد إلا الله وخدوا العربية ومشوا بيعدوا بيها الرسول ضرب المثل بالراحلة أنا دلوقتي بقرب لك المثل بالسيارة سيارة داخل بيها في الصحرة فيها التلاجة فيها الأكل فيها الشرب فيها كل حاجة وبعد ما دخلت مئة كيلو ومئتين كيلو وخمسمئة كيلو زي ما دخلت في الصحرة وفيها جهاز بقى اللي بتحدد به المسافات وبيتصل بالأمر الصناعي وكل ده طلعوا عليك اللي خدوها منك وانصرفوا بيها بقيت لوحدك في الصحرة وحدك في الصحرة لا معاك طعام ولا معاك شراب ولا عندك أي سبب للنجاة فأنت عملت إيه قلت ما أقعد هنا أقعد هنا لحد ما يجي الموت ففجئت بإيه بقى فجئت بالبوليس أو بعض الصالحين أو بعض الناس اللي عندهم ورع وعندهم دين وعندهم نخوة مسكنهم قبضين عليهم ومكتفينهم وجايبين لك عربيتك لحد عندك بعد ما انت قلت خلاص هموت يا رب هنا لوحدي ربنا ساق لك من يأتي لك بالسيارة بما فيها من طعام وشراب نفس المثل واحد كان ركب في البادية على الناقة الناقة عليها في الخرج الطعام والشراب نزل يستريح في ظل الشجرة الناقة فلتت جريت فأخذ يسعى وراءها ويطلبها ويحاول أن يأتي بها فعجز حتى يأس أصابه اليأس آيس من الحصول عليها فجلس في ظل شجرة يستريح وقال إن جاءني الموت يأتيني وأنا هنا فنام شوف ربنا ألقى عليه النوم هو الآن بينام هو الخايف بينام هو المذعور بينام هو المستن الموت بينام لكن ربنا لأنه خلاص لجأ إلى الله فربنا أول حاجة طمئن قلبه وألقى عليه النوم نمل ساعة ولا لحظات فقام من نومه فإذا بالراحلة قائمة عند رأسه جات لوحدها بالطعام بالشراب فأول ما مسك الحبل الذمان بتاعها فرحان فقال من شدة فرحه اللهم أنت عبدي وأنا ربك أخطأ أخطأ هو عايز يقول اللهم أنت ربي وأنا عابدك لسانه زل بسبب الفرح الشديد فأخطأ ربنا عافى عنه هذا الخطأ ولم يعاتبه عليه لأنه عارف أنه خطأ خطأ ونسيان وسهو وغفلة لا يؤفضن الله به لكن ربنا بيضرب المثل لله أفرحه بتوبة عبده شوف ربك بيفرح بتوبتك قد ارجع إلى ربك أقبل على ربك أقبل على ربك يفرح بك يفرح بك يفرح لك ولو فرح الله بك وفرح الله لك وفرح الله لأجلك ماذا تتصور وتنتظر هنتظر إيه رضاه عني هنتظر عفوه عني هنتظر مغفرته ليه هنتظر رزقه الواسع السابق نعمه تزيد علي وتكون أعظم النعم حين ألقاه حين ألقاه فأزحزح عن النار وأدخل الجنة يا لما كن النهاية النهاية ادخل الجنة مع السابقين الأولين ادخل الجنة بغير حساب ولا عذاب أو حتى كنت هقع في النار لا ابعدوا عن النار زحزحوا عن النار فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز اللهم ارضى عنا يا رب وألهمنا التوبة يا رب وافقنا لما تحب وترضى اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد طبتم وطابت أيامكم وطاب لقاءكم وأسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يبلغنا مما يرضي ربنا عنا ما نؤمل وما نرجو إنه ولي ذلك والقادر عليه أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته